يتعرض النشاط التجاري والاقتصادي في مناطق سيطرة ميليشة الحوثي إلى عملية ابتزاز منظمة وتعصفات متواصلة عبر فرض الجبايات والإتاوات المالية التي تقوض من قدرة القطاع التجاري على الإنتاج وتضاعف من الأعباء التي فاقمتها الحرب وتشير مصادر مطلعة ليمن شباب بأن ميليشة الحوثية الانقلابية تواصل انتهاكاتها ومضايقتها للقطاع الخاص سعيا منها لتدميره والاستفراد به بعد تدميرها للقطاع العام وخصخصته لصالح قيادات عليا في الميليشة حيث تمارس الابتزاز والنهب المنظم والممنهج لتجار العاصمة ونتيجة هذه الجبايات المفروضة والصعوبات والعوائق أمام القطاع الخاص في مناطق سيطرة ميليشة الحوثية أصبح هذا القطاع مهددا بالانهيار حيث تفرض ميليشة الحوثية على التجار مبالغ طائلة على مدار سنة تدفع بهم نحو الإفلاس وتحت مبررات عدة كما أن ميليشة الحوثية الانقلابية لم تستثني أحدا من التجار صغير أو كبير حتى البساطين وأصحاب العربات المتنقلة فرضت عليهم إتاوات وجبايات وبشكل مستمر وتتعدد المسميات والمبررات التي تنهب بها المواطنين والتجار منها مجهود حربي وضرائب ومساعدات وزكاوات وتمويل أنشطة ويوميات حوثية لا تنقطع طوال العام ومنذ انقلاب ميليشة الحوثي وشنها حربا على المحافظات اليمنية تضرر القطاع التجاري بشكل كبير إذ برزت طاهرة هجرة الأموال والاستثمارات حيث غادر اليمن ما يزيد عن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والكبيرة وقدر حجم الأموال المهاجرة بعشرات الملايين من الدولارات في وقت سحب كثير من رجال الأعمال والتجار اليمنيين مدخراتهم من المصارف المحلية وهاجروا إلى الخارج للبحث عن بيئة استثمارية آمنة خصوصا في الأردن وجبوتي وإثيوبيا التي يفضل اليمنيون استثمار أموالهم فيها